طبعاً مستر فيتال بروكلي مانز مدرب كان جاي مؤقت ومن مدير فني مؤقت إلى مدير فني بيصنع المعجزات وبالتالي هنبدأ يعني في مدخلة مهمة جداً مع مستر فيتال بروكلي مانز المدير الفني للمنتخب الأردني اللي مشرفنا على التليفون هلو مستر فيتال هلو مستر فيتال هلو مستر فيتال جيداً ومستر في الاهلي channel إنه مجموعة أن تتعرف عليك بعد تجربة جوردان في الاسيان كب نعم لك نعم لنا نفعلها جيداً وفي هذه المرة نحن نذهب إلى الانتخابة نعم سيد فيتال أولاً أريد أن تسألت تجربة هذه تجربة من تجربين أو تتعرف فيها وكيف تتعرف فيهم وكيف تتعرف فيهم وكيف تتعرف فيها أن تكون تقالية لتجربة المدير الفني ولم نفعلما ما fue أعلم ما كان القناع في الحدوان نعم 되게 صار ثم فجأ burgر في حیال ي獲 بحيول ما هي القناع لكن لنا الكثير من المشاهد Moi 들ينام لي called it لا أعتقد منهم ونحن اسم فلنحن جيداً سوف نفعله على الحدوان لا ي يجب pod بك نحن نملك ونحن نرى بم liığرarts هل مسح البحالة سปترح سنعني طبعا مستر فيدار بروكليمانز هو المدير الفني للمنتخبة الأردنية المدير الفني البلجيكي سألته على صعوده لدورة 16 وسألته أول سؤال هل كنت تتوقع البداية القوية هل كنت تتوقع أن منتخب الأردن يفوز ويقدم مستوى طيب وهل كان عندك إيمان في لعبتك وفي المستوى الذي أقدمه اللي طبعا بداية كانت قوية واللعبت كانت على قدر المسؤولية في الآخر قدروا أنهم يكونوا موجودين في المكان اللي يليق بيهم بسر فيدال ناكس راوني أعتقد أنه سيكون مستوى فيتنام ناشنال تيم أعتقد أنه سيكون مهزة ولكن بالطبع لا تقول هذا للمشاهدين أنا أعلم هذا جميعا ولكن أريد أن أعرف أتبعك للمشاهدة للمشاهدة هل ستتوقع رائعا بشيء من ساعدة مهزة للمشاهدة أو رائعا بشيء؟ أو سيكون بله مثلاً للعبة أن يكون في الآخر للمشاهدة 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 فهذه ستوقع رائعا البحر أو لفعل جيد المشاهدة ما تعتقد؟ نعم ولكن تعلم أنها ليسه قد رائعا نحن لديك نش плюсنام نعم. وهو بشكل كوننا كما يغلبون لقد بيها. إنه حاجة لأنهم في السيكرة. نحن بشكل جيدون ونحن ن 그래도 اوضع 109 الجواند. نحن صغير كوننا ومشكلة تاوضع. نحن equally شذرك فينام. لأننا نحن بكس مجرد وإذا قدنا 7.9 أولا. إنها ثلاثة تلينكيج، ولكن تذكرها، الآن نذهب إلى فيتنام، ونحن نحاول أن نفعل نفعه إنها جيدة، إنها جيدة، إنها جيدة، إنها جيدة، إنها جيدة، ونحن أيضاً يجب أن نكون متأكد بها ولكن نعرف ما يمكنهم فعلها، ونحن نحاول أن نفعل شيئاً أشياء سألتوا على المباراة القادمة، هتكون أمام المنتخب الفتنامي، طبعاً منتخب الفتنامي من المنتخبات اللي صعدت أحسن توالت لكن خسر لقائم، وكسب فيه مباراة وحيدة، وبالتالي منتخب الفتنامي ممكن يكون إنجاز باللي وصل لي وممكن يلعب مباراة مجرد للأداء الجيد والشرف الوجود في الدور 16، فهل هتكون مباراة سهلة؟ لا لا قال كل الاحترام للمنتخب الفتنامي هو منتخب صعد لدور 16، احنا بنفكر إن إحنا إزاي نلاعب منتخب موجود في مرحلة دور 16، يبقى أكيد فريق قوي أو منتخب قوي وبالتالي عندنا حسابات كتيرة جداً لها المنتخب هو أكيد تعينه على المكسب مس any fatala do you think that your players after this Supabe will have more contracts or more talks in Europe to be there in the next season from the next summer to be playing playing in Europe or are they who stay in the Jordan national team or what do you prefer كنت أتمنى أن الكثير من المعركين يحصل على جيداً إنه في النورد أو إنه في النورد أتمنى أن تكون لديهم من المعركين لديهم يكونوا لديهم كمفرات ويقومون لديهم المعنى في النورد لكننا نحاولنا بشكل سيء كبيراً كبيراً نحاولنا بشكل سيء أنا جميل عندما أردت أن أردت جيدة من حسن عاملهم سيكون المعني بإعجاب جيدة وهم جيدة جيدة نعم، نعم نرى أنك أيضا جيدة جيدة وناك أي هؤلاء جيدة جيدة وحقا لتبع الناس المشكلة وهذا هو المفترض الشيء المهم لكن مجدًا، أنا أريد أن أسألتك عن طرق متأكسة ما هي المتوقعاتك لكي تقرير المنزل؟ لا أعتقد ذلك أقول للمشاهدين اليوم أيضا نحن نتذكر المنزل الأولى الثلاثة الآن يستطيع المنزل يستطيع المنزل أنا أشعر في هذه المنزل ويستطيع المنزل يذهب إلى المنزل اتبعد مجاتبا أقول أنا أجبًا خياتًا يمي همون مذيبًا كما نلشأ مزيد من عيني مجموعًا فقد نشأت أحضر و بإصدارهم يمكنك أن تشعر فيه أمه يوش فيه فيه ما تفعل في المنزل يجب سؤالك و في حال هذا المهند وما يشفون على المنطقة نج Ellen they are happy and for me this is very important that we are one family and we do with the one family we make something special for the players and also for the nice country of Jordan yes Mr Vidal thank you so much and we will keep with you in touch until the final and we believe in you and we believe in Jordan national team ده كان مستر فيتال بروكليمنز المدير الفني البلجيكي للمنتخب الأردني آخر سؤالين سألتهم طبعا سألتوا على لعيبة المحترفة هل ممكن تتوقع أن يكون فيه عروض احتراف للاعبتك خلال الفترة اللي جاية ولا تفضل وجودهم وبقاءهم فيها الدورية الأردنية لأ طبعا بالعكس أنا أفضل أن كل لعيبة اللي أنا بمرانهم حاليا في المنتخب الأردني يكون عندهم عروض احتراف بعد البطولة وقلت له طبعا الأقرب هيكون فيه الصيف القادم وختمت معاه هل تتوقع فوز منتخب الأردن بالبطولة قال لي أنا بفكر في كل مباراة لوحدها فكرت في الثلاث لقاءات والحمد لله أن احنا توفقنا وعدينا مرحلة صعبة دلوقتي هو عنده مباراة فيتنام بيقول لي لعبته أنه لو عايزين تكمله لازم تكسبه المباراة عايزين ترواح الأردن يبقى أنتوا هتخسروا وتتسهلوا في المباراة وأنا أعتقد أن دي من السمات الجادة للمدير الفني مع الفرق أو مع المنتخبات أنه لما يلعب مرحلة النوك أوت أنه هو ياخد كل مباراة على حدة كل مباراة لوحدها علشان تعرف لعيبة ركز وهو كمدير فني يعني طبعا مصر